شادينا ده البداية نروح لمدينة العالمين ونعرف من زملنا محمود جميل أبرز فعاليات مهرجان العالمين نهاردة ايه هي صباح الخير عليك يا محمود الصباح الخير عليك يا بسانت وصباح الخير عليك يا مصطفى بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصري في كل مكان بنصبح عليكم في يوم جديد وجميل من مدينة العالمين الجديد الحقيقة الفعاليات لازالت مستمرة الخاصة في فعاليات مهرجان العالمين والمميز كمان في المهرجان ان كل الفعاليات بتكون احسن من اللي قبلها فاللي فاته اي حاجة طبعا من فعاليات المهرجان احنا لسه قدامنا اسبوع كمان في مهرجان العالمين الجديدة هتكون في فعاليات مهمة جدا خلينا اقول لكم طبعا على صهرة امبارح الجميلة والفعاليات اللي كانت موجودة امبارح سواء كانت الفعاليات حتى الفنية او الرياضية لكن هبدأ معاكم الحقيقة بالفعاليات الفنية وحفلة صوت مصر الجميلة انغام اللي كانت امبارح بالليل والحقيقة اللي شهدت اقبال كبير جدا من مختلف الاعمار والفئات والجنسيات الحقيقة امبارح كان في حضور كبير جدا من الجنسيات العربية المختلفة الحفلة استمرت لحد وقت متأخر بعد منتصف الليل وكانت جميلة جدا ان كان في حالة كده مزاجية حلوة جدا وسعادة ما بين طبعا الجمهور وما بين انجام الحقيقة انجام يعني غنت اجاني حلوة جدا الاجاني طبعا بتاعتها للجمهور كلها كان جمهور كله كان مستنيها وأنغام عبرت عن سعادتها طبعا بوجودها في مدينة العالمين الجديدة والنهاية يعني بتعتبر مدينة العالمين الجديدة فخر طبعا لكل المصريين طبعا وسواء ليها أو لمصر طبعا فمدينة العالمين جميلة جدا وكانت موجودة زوطة النهاية موجودة في مدينة العالمين وسط الجمهور وغنت أغاني طبعا الجميلة بتاعتها أنا وانت حالة خاصة جدا إزاي بس يا شبر النص تطلع أقوى مني واللي كانت موجهة طبعا لأطفال مرضى القلب فالحقيقة كان فيه تفاعل كبير جدا وعايز أقول لكم أنه أصلا التذاكر بتاع حفلة أنجام كانت خلصت بمجرد أصلا فتح باب الحجز للتذاكر على موقع تذكرتي مبارح كمان كان الجمهور مبسوط بفكرة الأجواء الجميلة اللي كانت موجودة والتنوع اللي موجود في المهرجان وكمان كان فيه نقطة مهمة جدا حابب أشير لها هي جهود الشركة المتحدة للخدمات العالمية الحقيقة فيه نقل الحفلة طبعا سواء على الهواء مباشرة لكل الناس اللي كانت موجودة في البيوت كانت تقدر أن هي طبعا تشوف الحفل خاصة كمان في منطقة العالمين أرينا وفي الممشى السياحي كان فيه موجود شاشات طبعا عرض كبيرة موجودة على الممشى السياحي وأمام المول التجاري كانت كل الناس بتقدر أن هي تتفرج على الشاشات تتفرج على حفلة أنجام وكانت مبسوطة طبعا بالأداء والأغاني وحالة التفاعل اللي موجودة ما بين الجمهور وما بين طبعا الفنانة أنجام فكانت حفلة جميلة جدا بالإضافة إلى أن قبل حفل الفنانة أنجام طبعا كان على الممشى السياحي بعض الفرق بقى التراثية التابعة طبعا لوزارة الثقافة اللي بتقدم بقى التراث المختلف والفنون الشعبية المختلفة كان فيه فرقة المينيا للفنون الشعبية وفرقة مطروح للفنون الشعبية فالحقيقة شفنا يعني مزيج ما بين طبعا التراث الصعيدي والبدوي في الممشى السياحي وخلق حالة تفاعلية جميلة جدا ما بين الجمهور والفرق اللي كانت مشاركة وكان طبعا قبلها بقى حفل الفنان حكيم ومحمد محسن فالحقيقة مبارح كان كمان في بعض الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة مبارح كانت نهاية بطولة الجودو العربية والحقيقة البطولة دي يعني كانت مهمة جدا والجميع رؤساء الاتحادات كلهم اللي كانوا مشاركين بنتكلم عن 80 دولة عربية مشاركة في بطولة الجودو كلهم عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر لمصر والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على المجهود طبعا اللي مبزول في بطولة الجودو سواء كان فيه التنظيم أو حتى الجو العام للفعاليات المختلفة للمهرجان وطبعا يعني الرئيس الاتحاد طبعا أشار مبارح أن البطولة هتقام سنويا في مدينة العالمين الجديدة وأن الحقيقة مدينة العالمين قدرت أن هي تخلق لنفسها مكانة كبيرة جدا وسط كل المدن السياحية سواء العربية أو العالمية مبارح كمان كان فيه عرض للسيارات الفارهة اللي بتجوب كل الشوارع مدينة العالمين الجديدة أو كان سباق السيارات اللي هيستمر بقى النهاردة إن شاء الله سباق السيارات والجيت سكي هيكون موجود طبعا استمرار كل هذه الفعاليات النهاردة وأكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد سواء فيه سباق السيارات اللي هيستكمل النهاردة أو بقى الفعاليات اللي هتكون موجودة إن شاء الله على مدار الأسبوع ومن مدينة العالمين الجديدة برجع لكم مرة تانية بسانت ومصطفى نشكرك محمود جميل مرسلنا من العالمين وأكيد إحنا هنتابع معاك بكرة كمان إن شاء الله اللي هيحصل فيه سباقات السيارات أو الجيت سكي ونعرف منك كمان آخر الأخبار اللي هتحصل بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة